النهاردة هيكون عندنا موضوع هامي جدا النهاردة هنناقش المشاريع انا بستخدم كلمياتي بشكل حريص هو المطروحة لقانون احوال الشخصية المصرية هذا القانون اللي عمره اكتر من مئة سنة واحتاج الى كثير من التغيير والتعديل داخل مجلس النواب الان ما يقرب من عشر مشاريع يعني ما بين مشاريع كاملة وبين اقتراحات لتعديل مواد وهناك مشروع حادي عشر موجود مقدم من وزارة العدل وراح مجلس الوزرة وفي انتظار وصوله الى مجلس النواب فحضراتكو هذا المشروع يمس حياة كل اسرة مصرية اما تعرف ان كل سنة في مليون قضية بتنظر قدام المحاكم في خلافات احوال الشخصية مليون اما تعرف المئاسي اللي موجودة عن امهات وابهات واطفال بسبب هذا القانون وقد وعد رئيس الدولة ان هذا القانون لن يخرج الا وهو يعني يحقق العدالة الكاملة لكل اطرافه يعني الرئيس نفسه قال هذا الكلام ولذلك هناك مناقشات مستفيدة داخل مجلس النواب في هذا الامر والرئيس قال لن اوقع على قانون غير منصف للمرأة طبعاً هناك اشكاليات كثيرة وموضوعات كثيرة منها الاجتماعي ومنها الديني ومنها الاقتصادي ومنها اللي علاقة بالجريمة ومنها اللي علاقة بالطفولة مسألة متشابكة جداً وصعبة جداً فاحنا النهاردة فاتحين وقبل كده اشتغلنا في هذا الموضوع وحنشتغل عليه تاني لما يجي القانون المفصل اللي هتقدمه الحكومة بتاع وزارة العدل ونعلم ان الاظر قد تقدم بقانون بنتكلم على قانون بتزيد مواده عن 220 مادة كلها مؤثرة جداً الحضانة النفقة الرؤية الطلاق كل هذه القضايا فيها مشاكل ناس بتشوف العيال ولا ما بتشوفهم مش عايش فيها طب الحضانة تبقى عند مين طب في سن امتى الحضانة طب الاستضافة طب نشوفهم كم يوم طب اللي ما يشوفش طب والنفع يعني مثلاً حصل قانون وتم تعديله محترم انه ما يدفعش النفع يتسجن ده شيء عظيم اي نعم احنا ما اتكلمناش النفع دي تبقى دي ايه لانه طبعاً في بعض الاوقات الزوج بيتملص من هذا الامر ويكون نفع كلام فارغ ومرضو ما يدفعهاش مقاسي الاحوال الشخصية كلها النهاردة بنفتح الملف وزي ان بقول لحضراتكم وقلت الناس كتير يمكن قبل الكلام اللي احنا بنتكلمه دلوقتي انه دي هتكون الجلسة القبل قبل الاخيرة في هذا الامر انه لسه فيه اضافات وفيه قوانين ولكن احنا عايزين نشوف هذا الامر نفتح هذا الملف نبدأ ما يسمى بالحوار المجتمعي الناس تتكلم الناس تشوف لانه هذا الامر هو من اهم القوانين في مصر تاريخياً وجغرافياً بقول لحضراتكم مليون قضية كل سنة والمحاكم تقن بقضايا الناس مش عارفة تجد فيها حل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر